المخدرات في المدارس قضية باتت عنوانا لتقارير غير رسمية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات تتنامى من انتشار الآفة المختصون يرون أن الأرقام والنسبة المعلنة لحالات التعاطي ليست صحيحة قدرتنا على اكتشاف حالات التعاطي المخدرات ما كانت بذاك المستوى فاللي قدرنا بمجهودنا في 2010 أن احنا اكتشفه يعني عشر حالات أو 100 حالات اليوم في 2019 قد يكون تطورت قدراتنا على اكتشاف الحالات فاكتشفنا الألف حالة فبالتالي هم الألف حالة كانوا موجودين ولكن احنا ما كان عندنا القدرة على اكتشافهم فهذه هي النقطة اللي احنا هنا يعني ليس بالضرورة أن يكون العدد تغير من 100 إلى 1000 نتيجة زيادة عدد الحالات المتعاطية للمخدرات ولكن قد يكون نتيجة تحسن قدراتنا سواء في وزارة التربية أو في المجتمع أو في وزارة الصحة فان احنا نكتشف حالات تعاطي المخدرات تكثيف الزيارات الدورية للمدارس وتوعية بخطورة تعاطي المخدرات إجراءات من شأنها حماية الطلاب والشباب من الوقوع في شرك الآفة وأخطارها الصحية والاجتماعية الحمد لله في أدوار ممتازة من ناحية العلاجية من ناحية التوعوية حقيقة هناك تعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة في وجود محاضرات مستمرة في المدارس على طوال العام الدراسي ما تتوقفت على فكرة في أول شهر أربعة لوصولنا بلغنا نهاية العام الدراسي لكن كان هناك زيارات أسبوعية للمدارس من قبل العاملين في مركز علاج اليدمان وأيضا الداخلية لها زيارات نروح نوعي الشباب هذين بنات و بنين بموضوع المخدرات وأثارها السلبية وأيضا نفتح لهم سبل يعني إذا يريد أن يقول أنه عنده مشكلة وكيف يصل إلى الحل تكثيف الجهود من قبل الجهات المختصة وإنشاء حملة وطنية للحماية من المخدرات تعد من أبرز الحلول المطروحة يكون هناك لجنة لمكافحة المخدرات يتمثل فيها ممثلين وزارات الدولة المعنيين بأمور قضية المخدرات نأمل من خلال إن شاء الله تعالى هذه اللجنة أن هذه الجهود كلها تمحط واعتقد أن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية يعني هو الجهد الأكبر والأهم في عملية مكافحة هذه الظاهرة وتؤكد وزارة التربية أن آفة المخدرات لا تشكل ظاهرة وإنما هي مجرد مشكلة تحت السيطرة بتعاون الجهات الرسمية وغير الرسمية وبإسناد من الأسر وأولياء الأمور حسين الصائغ لتلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر